هل ستستغل المغرب والدول العربية هذه الفرصة التاريخية للحصول على تكنولوجيا الطائرات المقاتلة من كوريا الجنوبية والتي وافقت قبل أسبوعين على خفض التزامات اندونيسيا في مشروع KF21 المشترك وهذه الفرصة نادرا ما تتكرر في عالم هذه الصناعة التي تحتكرها سبع دول غربية فقط ولا تشارك أسرار صناعتها مع أي من دول العالم العربي لهذا قلت أن هذه فرصة القرن لدخول المغرب مجال تصنيع الطائرات المقاتلة من الباب الكبير وهناك عدة مؤشرات على ذلك مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها لمقاتلة قريبة من الجيل الخامس للطائرات المقاتلة وهي منافس شارس لطائرات الرافال والميراج الفرنسية ويوروفايتر الأوروبية ويشير بعض الخبراء أنها تشهد تحسينات تكنولوجية مهمة قد تمكنها من منافسة السخوي الروسية والطائرات الأمريكية من نوع F-35 ما يجعلها منجما لآخر ما توصلت له التكنولوجيا الغربية من تقدم وهناك قد تنطلق المملكة المغربية من آخر نقطة وصل لها العالم في هذا المجال وقد يكون سلاح الجو المغربي في العقود القليلة القادمة من بين أفضل خمسة جيوش وبناء عليه ما هي أهم خصائص الطائرات المقاتلة الكورية الجديدة وما هي حظوظ المملكة المغربية لدخول هذا المشروع التاريخي وهل تمتلك المغرب المقومات اللازمة للمشاركة في هذا المشروع خاصة بعد تعثر أندونيسيا في الإفاءة بتعاهداتها لكوريا من أجل تمويل وتصنيع هذه المقاتلة كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو أنا حمدي القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزاء المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسي لكم حلقاتنا أولا بأول ونعود لموضوع حلقتنا حيث وافقت سلطات الدفاع الكورية الجنوبية قبل شهر على خفض مساهمة أندونيسيا في مشروع تطوير الطائرات المقاتلة المشتركة كيف 21 بورامايو إلى 440 مليون دولار أمريكي من مبلغ أول قدره 1.2 مليار دولار وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن لجنة تعزيز مشروع الدفاع الكوري دعمت الخطة وسط مخاوف بشأن التزام جاكرتا بتطوير الطائرة المقاتلة الأسرع من الصوت بحلول عام 2026 بسبب التأخير المتكرر في التزامات السادات ووافقت أندونيسيا مبدئيا على دفع حوالي 20% من البرنامج البال قيمته 6 مليار دولار الذي تم أطلاقه في عام 2015 وبموجب الاتفاقية في ذلك الوقت ستحصل أندونيسيا على رسوم نقل التكنولوجيا ونموذج أول واحد من بين شروط أخرى اتفقت حكومة كوريا الجنوبية وشركة كوريا لصناعة الطيران المحدودة كي اي اي الشركة المصنعة لطائرة كي ايف واحد وعشرين على تحمل التكاليف المتبقية بنسبة 60% و20% على التوالي وقال مسؤول في دابا لوسائل الإعلام سيتم تقاسم النقص بين الحكومة وشركات كوريا الجنوبية مع تحمل الحكومة العبئة الأكبر وفيما يتعلق بالنموذج الأول من طراز كي ايف واحد وعشرين قال المسؤول أنه ستتم مناقشته في مفاوضات مع اندونيسيا إذا طلبت ذلك لكنه أشار إلى أنه سيتعين على جاكرتا المساهمة بشكل أكبر إذا تجاوزت قيمة نقل التكنولوجيا والنموذج الأولي حجم المساهمات الجديدة ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تقدر فيه دابا أن تطوير كي ايف واحد وعشرين سيكلف حوالي 7.6 تريليون وان أي أقل بمقدار 500 مليار وان من الميزانية الأولية وأكدت دابا أنه على الرغم من التأخر في الدفع فأن مشروع كي ايف واحد وعشرين سيبقى في الموعد المحدد مع تسليمه إلى القوات الجوية الكورية في عام الفين وستحل هذه الطائرة محل طائرات ايف أربعة واف خمسة الكورية الجنوبية التي تعود لحقبة الحرب الباردة وفي يونيو وقعت شركة كي ا ا اي صفقة بقيمة 1.96 تريليون وان مع دابا لبدء انتاج عشرين وحدة من تراس كي ايف واحد وعشرين في هذا السياق أعربت الإمارات نيتها الانضمام إلى برنامج تطوير الطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية كي ايف واحد وعشرين خاصة بعد عدم قدرة اندونيسيا على دفع مستحقاتها للاستمرار في المشروع كما أن الإمارات هي عميل بالفعل للأسلحة الكورية الجنوبية وقد اشترت قذفات صواريخ متعددة من تراس كي مائتين وتسعة وثلاثين وأنظمة دفاع جوي بلاك تو وامسام من كوريا الجنوبية وفي حالة كي ايف واحد وعشرين ستدفع الدولة الشرق الأوسطية الغنية حصة اندونيسيا في البرنامج وقبل أشهر قال مسؤول حكومي كوري أن بلاده تتفاوض حاليا مع السعودية بشأن طائرة كي ايف واحد وعشرين حسب ما قاله مائسا وهو خبير في التقنيات المتقدمة والرادار والصواريخ والصنار والمنصات البحرية والجوية الكورية الجنوبية كما أكد أن الإمارات تجري أيضا مفاوضات للحصول على طائرات كي ايف واحد وعشرين بعد وقت قصير من زيارة رئيس دولة إمارات لكوري كما ذكر أن السعودية والإمارات ستشاركين في مشروع الطائرة المقاتلة الكورية والطائرة المسيرة يوكا ذي ميناء الجيل السادس وأشار أيضا إلى أن السعودية والإمارات هما من أكبر مشتري السلاح الكوري لذلك فإن كل شيء يمكن توقعه وبما أن الإمارات والسعودية تجمعهم علاقة وطيدة بالمغرب خاصة أن هاتين الدولتين أكبر مستثمرين عربيين في المغرب كما تجمع كوريا الجنوبية علاقات وطيدة مع المملكة المغربية ما يجعل إمكانية دخول المغرب في هذا الحلف غير مستبعدة خاصة أن المغرب في حاجة إلى مثل هذه المسيرات والمغرب ينتمي لقارة إفريقيا وكوريا الجنوبية دائما تروج لنفسها كشريك أساسي لإفريقيا وهذه فرصة لتبرهن عن حسن نيتها في اعتبار دول إفريقيا دول شريكة تتعامل معها ندا لند وليس مجرد أسواق لبيع منتجاتها فقط ويمكن للمغرب أن يساهم في تحسين قدرات هذه الطائرة خاصة وأن البيئة المغربية مختلفة عن بيئة كوريا الجنوبية والسعودية والإمارات فالمغرب له سواحل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وهو بالقرب من أوروبا ما سيمكنه من اكتشاف مدى قدرات الطائرات الإسبانية والبرتغالية وحتى الجزائرية في رصد واكتشاف هذه الطائرة ما سيساهم في تفادي نقاط ضعفها وتحسينها في المستقبل ووفقا للمعلومات المتاحة فأن النموذج الأول لطائرة KF21 قد نجح في الوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت وتم إجراء الاختبار الأول في يوليو 2022 ويبلغ عرض هذه الطائرة حوالي 11 متر وطولها 17 متر وارتفاعه 4.7 متر كما أنها مقاتلة من الجيل الرابع والنصف ومجهزة ببعض وظائف الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس الشبحية مع رادار نشط ممسوح إلكترونيا والذي يكتشف ويتتبع طائرات العدو والأهداف البرية والبحرية وسيتم تزويد طائرة KF21 أيضا بأسلحة لأشعة الحمراء والكهروضوئية للبحث عن الأهداف وتتبع الأسلحة وتوجيهها وتتميز الطائرة بسرعة قصوى تبلغ 1.82 ماخ وحمولة أسلحة تصل إلى 7.7 تن كما أن كوريا الجنوبية في طريقها لتصبح الدولة الثامنة في العالم التي تطور مقاتلات نفاثة أسرع من الصوت متطورة محليا من خلال استكمال المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح تصوروا معي أنه هناك 6 أو 7 دول طورت فقط هذا النوع من السلاح وهي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا واليابان والسويد والكونسورتيوم الأوروبي المكون من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وإلى حدود اللحظة تمكنت كوريا الجنوبية من تصنيع 65% من هذه المقاتلة ما يعني أنه يوجد 35% من بقية مكونات هذه الطائرة مستورد من الخارج وهذه فرصة يمكن للمغرب استغلالها والتوجه نحو تصنيع بعض قطاع غيار هذه الطائرة التي يتم استيرادها في الخارج خاصة وأن قطاع صناعة الطائرات المدنية في المغرب يشهد تطورا غير مسبوك فبعد نجاح المغرب في صناعة السيارات عالميا واستقطاب شركات من آسيا وأوروبا لغرض تصنيع المركبات وتجميعها تحولت الأنظار إلى قطاع الطائرات ليصل عددها اليوم في المغرب إلى 142 شركة عاملة في قطاع الطيران توفر نحو 20 ألف فرصة عمل وفقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم أي أكثر من 2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.5 مليار درهم خلال 2021 بنمو تجاوز 30% ويتمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة وفق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول العشرين المصنعة لأجزاء الطائرات دولية كما صادقت الحكومة المغربية خلال أبريل نيسان الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها يتم بمجابه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها داخلاء المغرب وتهدف الحكومة إلى رفع وطيرة الاستثمار بالقطاع خاصة مع حديث تقارير إعلامية على قرب افتتاح أول معمل للطائرات بدون طيار في البلاد وفي يوم 18 يناير كنون الثاني الماضي نقل وزير التجارة والصناعة رياض مزور عن مدير العام لشركة صناعة الطائرات الأوروبية أرباس جيوم فوري قوله أنه ليست هناك طائرة تحلق في السماء لم يصنع المغرب أحد أجزائها واعتبر في تصريح للأناظول أن المرحلة الأولى تمثلت في تصنيع الأجزاء إذ استقطبت البلاد أزيد من 50 شركة دولية لينتقل المغرب إلى مرحلة أخرى عبر تصنيع أكثر من 45% من أجزاء الطائرات بما في ذلك أجزاء متطورة وأضاف أن المغرب استطاع استقطاب شركات كبرى مما رفع عدد فرص العمل التي يوفرها القطاع إلى أزيد من 20 ألف منصب شهر وأكد أن المغرب أصبح قوة له الأهلية والقوة والتجربة لكي ينتقل إلى المرحلة المقبلة وهي تجميع طائرة كاملة داخل المغرب تحمل علامة صنع في المغرب في هذا السدد قال وزير الصناعة والتجارة المغرب رياض مزور أن بلاده تتمح إلى صناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب في سابقة من نوعها في قارة إفريقيا بأسلها وأضاف مزور في كلمة له بمجلس النواب خلال إبريل نيسان الماضي أن قطاع الطيران تطور وأصبح المغرب من بين أكبر 20 دولة مصنعة للطائرات في العالم في كل المكونات وأضاف أن المغرب الآن يقوم بصناعة أصعب مكونات التي يحتاجها الطيران وهناك طموح مشروع اليوم لإنتاج أول طائرة ستقلع من المغرب وسيتم تجميع جميع أجزائها في المملكة وتجربتها في المملكة وهذا الهدف الذي يعمل عليه المغرب لتحقيقه وتابع لكي لا نغالط المغاربة هذه الطائرة لن تكون مغربية 100% لأنه لا يوجد أي بلد في العالم يصنع طائرات منتمية إليه بنسبة 100% ولكن الطموح هو صناعة طائرة ستقلع لأول مرة من المغرب بعدما يتم تجميع أجزائها في المملكة وأعلن المغرب منتصف مايو أيار 2023 صنع أول سيارة محلية تحمل اسم نيو لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في هذا القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع بالتالي المغرب نلاحظ أنه قام في صناعة السيارات بجلب بعض شركات لتصنيع قطاع الغيار ثم جلب شركات كبرى لتصنيع وتجميع مركباتها في المغرب ثم اكتسب خبرة مهم ثم بعث شركات مغربية لتصنيع قطاع غيار تلك السيارات ورفع من المساهمة المغربية في هذا المجال وأخيرا قام بإطلاق أول علامة تجارية مغربية ونفس السياسة تعتمدها المغرب في قطاع الطيران حيث قامت بجلب عدة شركات تعامل في قطاع الطيران لبناء وحداتها داخل المغرب واكتسبت المملكة المغربية خبرة مهمة في هذه الصناعة والآن بدأت تجلب شركات مهمة مثل أيرباس وكذلك بوينغ داخل المغرب لتصنيع طائراتها وتركيبها من داخل المغرب والخطوة القادمة إن شاء الله تركيب وتصنيع أكثر ما يمكن من قطاع غيار الطائرة الجديدة داخل المملكة المغربية كمقامة المغرب بسن قوانين متعلقة بتنظيم التصنيع للطائرات المدنية بيئة المغرب ويهدف المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من الأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد أي الرخصة التي تسلمها السلطات الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعمليات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب والحكومة تعمل الآن على مشروع قانون للطائرات العسكرية وهذه القوانين تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية بالتالي المغرب ليس متطفل على صناعة الطائرات ويمكن أن يكون الخيار البديل لدولة كوريا الجنوبية وحتى القدرات المالية متوفرة في المملكة المغربية خاصة أن ميزانية الدفاع الحالية للمغرب تعتبر الأضخم في تاريخها بمقدار 17 مليار دولار أكثر من 10 مليار دولار منها مخصصة لصيانة العتاد وتحديثه واستيراد قطاع غيار والقطاع الحربية من الخارج ويمكن تحويل الجهود المغربية لتصنيع قطاع غيار الطائرات المقاتلة مثل ما فعلت مع طائرات نقل البضائع والمسافرين بالاعتماد على شركاء المغرب الاستراتيجيين خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتزداد حظوظ المملكة في الدخول في هذا المشروع العملاق فهل تعتقدون أعزائي المشاهدين أن المغرب يمكنه أن يكون شريكاً لكوريا الجنوبية في تصنيع هذه المقاتلة أم لا خاصة بعد اهتمامه المتزايد بالصناعات الجوية والدفاعية في البلد أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط كان معكم حمد القروي برنامجكم عربشو ترجمة نانسي قنقر